بأكثر عن المشهد السياسي وأبرز تداعيته ينضم إلينا مباشرة عضو الحزب الديمقراطي مهدي عبد الكريم أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية يعني وفد كردي مرة أخرى في بغداد ألم تحسن الخلافات بين الجانبين حتى اللحظة تفضل بداية تحياتي إليك وليقناتك ومشاهديك الكرام المحترمين شكرا لك أعتقد هذه الزيارة التكملة لزيارة التي قامت بها قبل حوالي أسبوع أكثر من أجل البدء أو بالآليات الحل لكثير من الفقرات التي تم مناقشتها كانت الفقرات تعرف جنابك أنه الموازنة أيضا حصة أقليم كردستان في الموازنة والمادة تشريع قانون النفط والغاز المادة 140 كل هذه الأمور وفي أشمرق الراتب يعني قزر من الكرام أنه هناك حوارات من أجل وتم فعلا يعني حقيقة هناك خطوات جدية بهذه الاتجاه باعتبار أنه هناك آليات عمل تم وضعها والبدء بها خلال التوقيتات الزمنية تم تحديدها لكل فقرة والحمد لله وشكرا أعتقد هذه تكملة لزيارة التي قام بها الوفد قبل أسبوع يعني أستاذ مهدي هل هناك تراجع من بعض القوى السياسية عن التزاماتها التي صادقت عليه قبل تشكيل الحكومة وخاصة أن هناك مثلا أقد بدأت بالظهور يعني عقبة تشكيل الحكومة بالأكد أستاذ جنابك يعرف أنه قبل تشكيل الحكومة كانت هناك اتفاقات واتفاقات جدية وفعلية بين جميع الكتلة السياسية من ضوية داخل تحالف إدارة الدولة من أجل حل المشاكل الموجودة وأهمها هي المشاكل الموجودة بين أقليم المركز وخاصة اللي تم الاتفاق عليه وهي أولها مثل ما ذكرت جنابك تشريع قانون النفط والغاز ضمن فترات زمنية اللي لا تتعدى ستة أشهر من ثلاثة إلى ستة أشهر هذا أول قانون قانون الثاني قراء أو قبلها قانون النفط والغاز لا يوجد هناك تراجع ولكن هناك التوقيتات جنابك يعرف بوضع اللي انمر بها البلد يعني أستاذ مهدي ممكن أقاطعك بهاي اللحظة احنا دخلنا الآن العطلة التشريعية النيابية وانطيني أي قانون مهم تم تشريعه ليس فقط يعني المشاكل الموجودة قانون عندك جنابك يعرف أنه هناك نظام داخلي لدى مجلس النواب يعني العطلة التشريعية أتت مع تنفيذ هذه الفقرات اللي موجودة وأعتقد بعد خاصة يعني بعد أطلة التشريعية سيكون أولا تشريع قانون أولا الموازنة تشريع الموازنة والانتهاء من هذه الفقرة باعتباره هناك اتفاق كامل لدى كل الكتلة السياسية بانتهاء من فقرة الموازنة وتشريعها يعني موضوع الموازنة القاصي والداني يعرف أنه الكل ممكن تتفق عليه بدون استثناء يعني طيب إحنا نرجع وندون استثناء إذن ورها يعني أعتقد هناك قلت لك هذه الوفد خاصة الوفد الفني اللي موجودة الآن خلال هذه الفترة قبل يعني بعد انتهاء العطلة التشريعية سيكون هناك تشريع قانون يعني البدء بتشريع قانون النفط والغاز إن شاء الله اللي لا يتعدى فترة تبقيت لك أنه يحتاج لناقشات يحتاج لتعديل يحتاج لزيادة ونقصان يعني لدى كل الأطراف خاصة هذا نفط هذا القانون يحل كل المشاكل النفطية والاقتصادية اللي موجودة بين الأقليم والمركز ويضع إلى آليات حل مناسبة بيرضى جميع الأطراف ولهذا يحتاج لنا وقت لا تتعدى لفترة زمنية مثل ما ذكرت جنابك أكثر من ستة شهر من ثلاثة إلى ستة من أجل أن ينضج هذا القانون ونخرج بقانون يحل كل المشاكل ويضع كل الجذور يعني يعني القانون الأقليم يعرف إلاه والمركز يعرف إلاه يعني حضرتك خل نرجع مثلا للمحور الأول أنه ماكو خلافات والأمور ده تمشي وإن شاء الله نحو الحل حلة لكن بالمقابل أكو ملامح للخلافات يعني بدأت بالعودة يعني خاصة أن ملف الدرجات الخاصة ورئاسة اللي جان النيابية يعني بدأت تلوح بعرقلة أي جلسة نيابية شوف أستاذ العزيز بالنسبة للدرجات الخاصة أولا هناك جنابك يعرف أنه بعد أي انتخابات كل كتلة حسب وزنه الانتخابي حتى داخل يعني الدرجات الخاصة فكل حصة أو كل كتلة إلها درجات أو إلها حصتها من هذه الموضوع لهذا السبب أعتقد أيضا بعد العطلة التشريعية وهناك أمور لدى رئيس الوزراء يعني أعتقد 80% تم حسنها وخاصة بالنسبة للدرجات الوكلاء والهيئات المستقلة إضافة إلى المدراء العامين خلال الفترة لا تتجاوز 15 إلى 20 يوم ينتهي هذا الموضوع أيضا بالنسبة لموضوع اللي ذكرت جنابك الآخر وهو الدرجات الخاصة اللي ذكرت شنو؟ لدرجات الخاصة واللجان النيابية اللجان النيابية تعرف أيضا هذه هم مشكلة باعتبار أن هناك 73 نائب تم استبدالهم للتيار الصدري تم استبدالهم بأخوة عزاء جدد لهذا السبب هم أيضا هنا تتحكم عدد المقاعد ووزن الكتلة السياسية بحيث يتم أنا قريب جدا من هذا الموضوع باعتبار أن هناك حتى أخوة رؤساء اللجان أعتقد حتى هذا الموضوع سيتم حسمه إن شاء الله بعد الأطلة التشريعية أعتقد أنه هذه الأمور ماشى باعتبار أنه أولا المجلس النواب يعني في نيته لأنه يكون هو معطل للعملية السياسية بالعكس داعم أول للعملية السياسية والحكومة باعتبار هذه الفترة أو التحديات العملية السياسية برمتها تحديات كبيرة سياسية اقتصادية أمنية كل هذه التحديات يجب أن تغلب عليها والسير بالعملية السياسية للأمام نعم أستاذ مهدي حتى لا تقول علينا متشائمين في هذا الموضوع حتى نفسر للمشاهد أيضا من خلال جنابك يعني المراقبة هنا للوضع السياسي بدأ يلاحظ أن خطوات السوداني يعني بدأت بالبطء وأن منهجه لم يتعدى المناهج السابقة في شيء يعني ماذا عن الواقع الملموس يعني أما زال الوقت مبكر للتقييم شوف أستاذ الفاضل مشاكل العشرين سنة نحن نفس الأمور اللي معه كل الأسف بنمر بها كان من زمن دكتور عادل عبد المهدي يعني مدة سنة وتريد مشاكل معها عشرين سنة تريد تخلصها بسنة أو تخلصها بسنتي هنانا الشيء اللي يختلف عن بقية الدورات اللي مرينة بالحكومات اللي مرينة بها أولا الانذار الخطير اللي مر بالعملية السياسية والكتل السياسية والزعماء السياسيين من خلال لا سامح الله جنابك الذكر أنه وصلنا إلى مرحلة الاقتتال الداخلي هذا كان انذار كلش خطر على كل السياسيين والكتل السياسية غير المفترض بالمقابل تغير المناهج والطرق نعم لهذا السبب حتى في تشكيل الحكومة واختيار سيد محمد الشعي السوداني كان أولا باعتبار لديه إلمان بكل العملية السياسية منذ بداية إلى ما استلام رئاسة الوزراء هذه الخطوات الدعم اللي يعني احنا ما صارنا يمكن أربعين يوم أقل أربعين يوم من تشكيل عمر الحكومة وهناك خطوات جاددة يمشي بها ولكن يراد لك وقت وهذا الوقت يعني أعتقد نقدر نعكم عليه من 6 شعر إلى سنة هذه الفترة كحكم أولي كقراءة للعمل اللي يقوم به سيد محمد الشعي السوداني كبدايات مطمئنة أعتقد هناك خطوات سوف تتبين إذا كانت إستاذ مهدي يعني إذا كانت مطمئنة يعني هناك إشارات واضحة لبدء مرحلة جديدة يعني من خلال تظاهرات وهناك أيضا حثة تظاهرات وشهداء وجرحى وأيضا مطالبات بالكشف عن قتلة المتظاهرين يعني كيف تقرأ هذا الواقع؟ شوف إحنا واقعنا أخواتك من واقعنا وتعرف اللي دي سر بالبلد كشكل واحد من بلد من هذا البلد اللي دي نمر بالأوضاع اللي نمر بها بالنسبة لت يعني أكو جهات لحد هذه اللحظة حتى من داخل الكتل اللي أتت به الحكومة ممكن ما راغبة به سيد محمد الشيح السوداني وتحاول دائما أنه سقط منذ منذ البدء ولكن أنا أعتقد حسب المعطيات الموجودة حتى هذه التظاهرات اللي موجودة لأخوة المتعاقدين وعقود وتثبيت كل هاي الأمور بعد تشريع قانون الموازنة موجودة في فقرة حسب القرار 315 ما أكثر من عنده أنه لهم حساب خاص بالنسبة لرئاسة الوزراء وأنا ليس مدافع عن سيد محمد الشعر السوداني رئيس الوزراء ولكن الخطوات اللي دايسير بيها أعتقد بيها أمل ولو نقول 10% 20% لازم نطيب فرصة لمدة 6 شهر من 6 شهر لأسنة حتى أشوف الوضعية اللي دايسير بيها ولكن احنا صارنا 40 يوم استاذي الفاضل 40 يوم انت شتريك تسوي يعني خطواتك دا تبين أول عندك منهاج حكومي وهذا منهاج الحكومي أعتقد دا يمشي بخطوة بعد خطوة والأشهر القادمة والأيام القادمة والأسابق القادمة ستبين وتفصل الأبيضا للأسود إن شاء الله نعم هذا ما يتمنى كل مواطن عراق الأستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني كنت معنا وأعلى الهوائي مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا شكرا جزيلا لانضمامك إلينا